للمزيد ينضم إلينا الدكتور معز شريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الدكتور بعد أكثر من 20 عاما من القضاء على هذا المرض يعاود مرة أخرى بالظهور ما الأسباب برأيك؟ الأسباب هو حالة الجفاف الموجودة في الأوطان متاعنا في الفترة هذه والحرارة الغير العادية التي انتشرت في أغلب أنشاء أحياء العالم من جهة وتدني شبكات توزيع المياه وتصريف الأمياه المستعملة التي يمكن أن تشكل خطورة لاختلاط ما بين شبكات توزيع المياه وشبكات تصريف الأمياه المستعملة هذا الذي يمكن أن يتسبب في رجوع الأوبئة بصفة هذه في البلدان متاعنا ولكن يعني الذي يدعو إلى الاستغراب أنه في هذا الوقت مع التقدم الطبي والتقدم التكنولوجي وتقدم الأبحاث ما زال هناك أشخاص يموتون بسبب الكوليرا هل هذا يعتبر أمرا طبيعيا؟ لا ما يعتبر أمرا طبيعيا لأنه العلاج الكوليرا في متناول أغلبية المؤسسات الطبية التي موجودة في البلدان متاعنا الوفاة ممكن تكون ناتجة على تأخر في تشخيص المرض في تقديم العلاج أو لوجود أزمات صحية متزامنة مع ظهور المرض الإجراءات التي يمكن اتخاذها اليوم في تونس ودول الجوار لمنع انتقال هذا الفيروس أو هذا المرض إلى دول أخرى الاحتياطات هي تنجمة تكون بسيطة لازم تكون على مدة طويلة للقضاء نهائيا على الوباة هذه وهي كما قلت في التقديم إمتاعكم أساسا النظافة الاستعمال الأمياء المعدنية في أغلبية الأحيان لما تكون فما شك في الماء اللي قاتي من الشبكات التوزيع ولكن ليس بمقدور الجميع دكتور استخدام المياه المعدنية أو شراء المياه المعدنية يمكن تغليط الماء اللي موجود في الشبكة التوزيع المياه يكفي أن يغليوا الماء قبل تناول إمتاعه وذلك كافي نظافة الأيدي ونظافة الكل الأواني اللي نستعمل فيها الشراب أو تحضير الأوكلات تجنب الأوكلات في الفضائيات المشكوك فيها وخاصة اللي لا تخضعش للرقابة ومع سوء الحظ لدينا برشة مؤسسات غذائية ليس قاعدة تخضع للرقابة كما ينبغي طيب ماذا عن الأم أو الأهل؟ كيف لهم أن يتأكدوا إذا كان ابنهم مصاب بعدوى الكوليرا؟ أم لا؟ ما هي الأعراض التي تظهر على الطفل؟ في حالة وجود المرض هذائي في البلد في أي ناحية الكل حالة متع إسهال لازم تكون نقوصة خطر ولازم اللجوء للتحاليل للتثبت من عدم وجود الكوليرا شكرا جزيلا لك دكتور معزة شريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل شكرا جزيلا لك